مساحة الخير فيديو جديد بلوري كليير وتوب تن تون مونسترز هي الفكرة بتاعتها لطيفة طبعا ان انت في البداية كده كلها بتعتمد على كارت تون وولد اللي احنا فاكريين بيجاسس لعب به في الجزء الاول اللي كانت فكرتها ان هي بتاخد شوية وحوش وتحولها لنسخة كارتونية منها وخلينا بقى نتكلم عن احسن عشر وحوش موجودين بالنسبة للتون اللي هم اصلا تقريبا كلهم 15-20 يعني اما مش كتير بس دول احسن عشر وحوش على اقل فوجهة نظري نبتدي الاول ببلو ايز تون درجن والوحش ده هجومه 3000 دفاع 2500 ماينفعش تعمله نورمال سامن لازم يتعمله سبيشال سامن بانك تضحي بوحشين وانت عندك تون وورلد ماينفعش يهاجم في الدور اللي تعمله سبيشال سامن فيه ودي مشكلته كبيرة عشان كده في رقم 10 وعشان يهاجم لازم تدفع 500 نقطة ولو تون وورلد اتدمر بالدمر الكارت ده وينفع يهاجم ديريكلي اللي لو قدامك عنده وحش تون ففكرته كلها انه هو عشان هجومه قوي ويعرف يهاجم على طول عشان كده هو موجود اصلا في الاستقل بس هو ولا بيهاجم في نفس الدور ولازم يرفع 500 نقطة فيعني مش احسن حاجة في الدنيا يعني هنفهم الفرق لما نشوف اللي بعده على طول هو تون بارل درجن وتون بارل درجن هجومه 1600 المرادي لشوية برضو مايعرفش يهاجم في الدور اللي كعمله سامن فيه وينفع يهاجم مباشرة لو طالما عندك تون وورلد ولقدامك ما عندهوش تون هنا مش بيدفع 500 نقطة وهنا مرة في الدور بتارجد كارته على الارض وترمي كوين 3 مرات ولو جبت اتنين او اكتر ينفع تدمر الكارت ده فشوية ليه افكت برضو مش بيهاجم في نفس الدور بس يعني ليه افكت بيعمله وفي رقم 8 وحش لما تشوفه في الاول تفتكروا كده اللي هو اي كلام يعني ما تحسش ان هو ليه لازم قوي وهو تون مرميد برضو مايتعملوش نورمال سامن لازم يتعمله سبيشال سامن من ايدك طالما عندك تون وورلد مايهاجمش في نفس الدور اللي جي فيه ولازم تدفع 500 نقطة عشان يهاجم ولو تون وورلد تدمر تدمر الكارت ده وبردو يهاجم خصمك مباشرة الا لو كان عنده وحش تون الفكرة كلها ان ينفع تعمله سبيشال سامن بسهولة ودي حاجة مهم قوي عشان تعرف تتريبيوت للوحوش اللي هنتكلم عنها بعد كده يعني احنا قلنا مثلا ان بلو ايستون درجلن بيجي بانه تضحي بحشين معظمهم بيجي بالتريبيوت حتى لو سبيشال سامن فانت محتاج وحش تعرف تجيب وتعمله سامن في الاول فده من الكروت اللي بينفع تيجي سبيشال سامن على تون هيبتدوا يتحسنوا مع الوقت دلوقتي نخش على تون مسكد سورسرر وتون مسكد سورسرر هجومه 900 ماينفعش هاجم في الدور اللي تعمله سامن فيه ولو تون وورلد تدمر دمر الكارت ده وطالما عندك تون وورلد الوحش ده يعرفيه هاجم مباشرة انقلها لقدامك عند وحش تون بس لو الكارت ده عمل باتل دامج للي قدامك اسحب كارت هو طبعا احتمال جبير مش هيكمل اصلا للدور الجاية عشان يقعد يعمل دامج بس فيه افكت حالو ان هو لو عمل دامج تسحب كارت هو ده ممكن يكون اصلا حاليا انا بتكلم كده حسنوا مفروض يرجع في اخر الاستاسا لان هو مش هيعرف يكمل الوحش اللي بعده هو تون دارك ماجيشن جيرل ماينفعش تعمله نورمال سامن او ست لازم يبقى سبيشال سامن بانك تضحي وحش وانت عندك تون وورلد ولو تون وورلد تدمر دمر الكارت ده هنا بقى الوحش ده بيعرف يهاجم خصمك مباشرة طبعا الا لو عنده وحش تون وبيزيد 300 نقطة على كل دارك ماجيشن او ماجيشن او بلاك كيس في اي مقابرة سواء عندك او عنده قدامك ليه الافكت ده اقوى لان هو بيعرف يهاجم في الدور اللي نزل فيه اخيرا كل حش اللي فاتل تقريبا كان لازم تستنى دور عشان تهاجم المرودي هو بيعرف يهاجم على طول هو طبعا يزيد 300 ده مش هيفرب معك قوي طالما انت تلعب بتون ومحدش بيلعب دارك ماجيشن فتقريبا مش هيزيد في الهجوم قوي بس فكرة ان هو يعرف يهاجم على طول كويسة وفي المركز الرابع عندنا تون هاربي ليدي وتون هاربي ليدي هجومها 1300 فيعني حاجة سيئة وبرضه ما بتعرفش تهاجم في نفس الدور اللي نزلت فيه بس الوحش ده لو تون وورلد عندك تعمله سبيشال سمن زي ما قلنا المرميد فدي الواحدة حاجة كويسة ولو عندك وحش تون تاني ينفع تدمر كارت سحرة او فخ عند خصمك وتقدر تستخدم الافكت ده هارد وانس بر ترن يعني لو عندك نسختين ينفع تستدعي نسخة واحدة بس بالطريقة دي وطبعا يعرف يهاجم دايركي احسن من دارك ماجيشن جيرل في انه هو كمان بيدمر كارت سبيل او تراب مقابل انه هو مش بيعرف يهاجم في نفس الدور فيعني في توازن شوية ومعانا في المركز الثالث تون جيميناي الف تون جيميناي الف برضو ما بيعرفش هاجم في نفس الدور اللي نزل فيه ولو تون وورلد اتدمر بيتدمره ولو الكارت ده عمل باتل دامج وطبعا يعرف يهاجم دايركي برضو بس لو عمل باتل دامج بالدسكارد كارت من عند اللي قدامك هجومه الف وتسعمية هجومه كويس بالنسبة لوحش هتعمله سامن خلي بقى لكم يا جماعة احنا بنتكلم عن فورمات قديمة شوية يعني ما معتقدش ان هده هيتطفق يعني ان الفورمات تنفع دلوقتي فهتقول لي هيدسكارد كارت ده افكت قوي هو افكت قوي بالنسبة للمجموعة الكروت كلها احنا بنتكلم لغاية دلوقتي ان اقوى واحد كان بيدمر كارت سحرة اوفاق تهمين قصدي فآه يعني بالنسبة ان هو بينفع يتعمل سامن ويدسكارد كارت الوحش مش وحش معانا بقى ريد ايز تون دراجن ريد ايز تون دراجن ما بيعرفش يهاجم في نفس الدور اللي تعمل له سامن فيه ولو عندك تون وورلد واللي قدامك ما عندوش وحوش تون ينفع يهاجم دائريكلي وبس مرة في الدور ينفع تعمل سامن لوحش تون من ايدك معادة ريد ايز تون دراجن اجنورنج اتس سامننج كونديشن يعني اخيرا عندك وحش ليه افكتة ليه لازمة ممكن تعرف تجيب وحش بقى لفل سبعة تمانية زي زي دارك الماجيشن هنتكلم عنه او زي بلو ايز بس الوحش ده لما تعمله سامن بيديك كمان اكسترا سامن فده افكتة احنا خلط ده 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 اكيد قوي وده رقم تلاقي تمعين في رقم اثنين تون دارك ماجيشن اللي لسه يقيله حالا وتون دارك ماجيشن تقريبا هو الوحش التون الوحيد اللي عنده افكتين هجوم 2500 طبعا سبعة نجوم زي ما احنا عارفين ما بيعرفش يهاجم في النفس الدور اللي نزل فيه وطالما عندك تون وورلد وخزمك ما عندوش تون منستر زي نفع يهاجم مباشرة مرة في الدور ين تون منستر من الدك معادة تون دارك ماجيشن وده افكت قوي 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 فانت مثلا لو عملت تون دارك ماجيشن جبته وعملت دي سكرد الكارت وروح تجبت بعدها من الدك ريد اي ستون دراجن وبعد كده تقدر تعمل كمان سبيشال سامن لوحش تاني تون وهكزا ممكن بقى ده ليفل سبن وده ليفل سبن تعمل اكسي سبن ولا حاجة او تكامل بقى الكمبو اللي انت شايفه بس هو ده احنا بنكلم فيلمة التون يا جمع هو التون دي اقوى حاجات فيها ونروح بقى لرقم واحد وهو تون بلاك كلاستر سولجر ده اجمد واحد فيهم بقى خلاص ده مفيش بعد كده هجومه 3000 دفاعوا 2500 مينفحاش تعمل له نورمال سامن او ست لازم يبقى سبيشال سامن بانك تضحي بوحوش تون الليفل بتاعها تمانية او اكتر اه يعني تقريبا وحشين برضو وطالما عندك تون ورد ولده ماك معندوش تون مانسترزي يعرف هو يهاجم مباشرة ومرة في الدور طالما عندك تون ورد ينفع تتارجت كارت على الار وتعمل له بنش بس ما يعرفش يهاجم في الدور ده فالحلو فيه ان هو اول ما ينزل ممكن تختاره انك تهاجم مباشرة او تبانش كارت يعني بيديك كل اللي موجودة فوهجومه 3000 فالإفكت قوي وجميل وحلو بس كده ده كان الفيديو اريت لو عندك لست تانية تحب نتكلم عنها هتكتبها في كومنت بس كده شكرا جدا شباري بقى تعمل لايك وسبسكرايب وشير والحاجات دي كلها شكرا اشتركوا في القناة